السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم جميعنا في القناة فيديو تاليوم الحديث سيكون على الاجتماع لضم الأمير العام لوزير السكن والعمران والمدينة والمفتش العام ومدير العام للسكن بالإضافة كذلك إلى مدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره يعني عدل كشف وزير السكن والعمران والمدينة تارخ بالعرب اليوم مع المشروع بصفة استثنائية في إعداد ملفات ذات تاصيلة لإعداد عقود ملكية الأوعية العقارية التي ستقام عليها مشاريع عدل الثلاثة وتحسبا للشروع في تشجيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية تم التطرق لإجراءات الواجب باتخاذها لتوفير هذه الأوعية العقارية المستقلة لهذا البرنامج السكني وطمع بجميع السياغ من ضمنها السيغة الخاصة بسيغة عدل الثلاثة والشروع بصفة استباقية في إعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه النوعية أو هذه الأوعية ووفقا للحصص التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة لسيما قانون المالية لسنة 2025 وأكد الوزير أن التوزيع 67370 سكن بالصيغة البيع بالإيجارة عدل بمناسبة تعيد الاستقلال في 5 جولة فارض يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل الثلاثة وبالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع مشيرا إلى تحويل جميع السكانات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسسة عدل للتسيير العقاري قبل توزيحها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل وفي الآخير قدم الوزير الشكر إلى كافة إطارات القطاع الذي قدموا جهد كبير نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكانية مع نهاية السنة مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعاعد به رئيس الجمهورية لكي ينجزوا 2 مليون وحدة سكانية السنة موسيقى